ونجم منتخبنا الوطني محمد صلاح لاعب فريق ليفر بول انضم لقائمة الأساطير الأكثر تهديفا بأميس الريتز في عام واحد بجميع البطولات وده بعد ما نجح فيه تسجيل لهدف ضد نيو كاسل يونيتد أعلن طريق ركلة جزاء خلال فوز الريتز بنتيجة 4-0 في المباراة اللي جمعتهم مبارح على ملعب أنفلد ضمن منافسات الجولة التسعتاشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم محمد صلاح رفع رصيده لـ 36 هدف في مختلف المسابقات مع ليفر بول خلال 2018 عشان يجي في المركز الخامس لقائمة اللاعبين الأكثر تهديفا مع ليفر بول في سنة واحدة